السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جميل الحلقات في المختبر واليوم معانا سمارت سوكت واي فاي سمارت سوكت نشوف هذا اليوم السوكت هل هو بشكل صحيح ولا لا بدنا نشوف تركيبه الداخلي ان قدرت افتحه وبدنا نشوف كمان هل فعلا استعماله جيد في البيوت ولا لا هذا السمارت سوكت وعباره عن فقط يعني عباره عن مخرج الكهرباء ولكن يتم التحكم فيه عن طريق من الواي فاي واكيد عن طريق ايش الفون تمام واي سمارت فون موجود ممكن انت تعمل لينكينج عليه وايش وتتحكم فيه طبعا ممكن يفيدك انت لو حتى كنت خرجي البيت ممكن انت وعندك اكسس على الانترنت ممكن انت تتحكم فيه اون و اوف وكمان ممكن تعرف الستاتس تبعته ممكن تعرف الحالة تبعته هل هو اون الان ولا اوف بحيث انك انت تقدر تتحكم حتى من خارج البيت اليوم ان شاء الله بنشوف هل فعلا بيشتغل زي ما هو متوقع ولا لا طبعا برضو اجل مع الكتالوجيا اللي هو عباره عن طبعا بيجي باكتر من شكل هذا الشكل مثلا نظام البريطاني فيه انظمة تانية زي الاوروبي فيه نظام البريطاني فيه نظام الكندي والاسترالي وفيه نظام الامريكي تمام فيه الاربع انظمة هنا وطبعا بيشتغل زي ما احنا شايفين هنا بيشتغل على لحد بلتين وخمسين فولت خمسين او ستين هلس طبعا هو في النهاية سويتش يعني مش هيشكل عنده هذا الامر مشكلة بالنسبة لللود عشرة امبير تمام ففيه عندنا هنا عشرة امبير طبعا مكتوب عليه تقريبا لحد هنا الفين واط الفين ومتين واط تمام يعني ايا حتى ممكن لو سخان مثلا تحت الالفين واط ممكن انت تتحكم فيه طبعا بالنسبة لتنزيل الابليكيشن على السمارت فون هو بيحكي فيه اسمه اي ضابل يو لينك اي ضابل يو اي لينك تمام هذا ان شاء الله هننزله وطالب هنا انه نعمل اكاونت وبعد ما نعمل اكاونت ممكن احنا نتبع هذه التعلومات ونضغط على الزر سبع ثواني وبحيس انه ايش نقدر ننزل الابليكيشن ونعمل كنترول لهذا السوكت فالان خلينا نشوف الموضوع هنا طبعا نزلت البرنامج ولازم تعمل حساب عليه بايميلك عشان يعني يبعد لك ممكن نتوفيكيشن على الايميل او يبعد لك نتوفيكيشن مثلا على الجوال تمام الان بعد عملية تنزيل البرنامج هنا على السمارت فون بدك ايش تعمل العملية تربط بمين بي اللي هو سمارت هاوتلت هاد او سمارت سوكت بحيس انه ايش يتم التحكم فيه بعدت زي برنامج الان وبطلب منى ان الان نربط السوكت هادا في الكهرباء بالشكل هادا ونشوف الان اا بده يبدأ عملية انه يعطي فلاشر معيين تمام فالآن مطلوب إني أضغط على هذا الزر سبع ثواني أي واحد، دين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة والآن بلاحظ أنه غير الفلاشنج وكي صار تقريبا كل نص ثانية يفلش وباللون الأخضر فالآن نبدأ عملية الإضافة لهذا السيستم على السمارتفون نعمل آد وبقول لاحظ أنت كيف هو بفلش ويختار يا إما هذه الطريقة يا إما هذه الطريقة فهو تقريبا بفلش بالطريقة الثانية اللي هو الـ AP مش هذي تمام هذي مختلفة عن اللي بشوفه فحسب ما بشوف أنه هذه هي الطريقة تبعته وبعدين بروح بعمل نيكست تمام وبطلب مني الآن أني أغير الواي فاي لتبع الجهاز بدل ما هو مربوط على واي فاي الراوتر البيت تبعي لا لازم أربطه على مين؟ على الجهاز هذا طبعا قبلها جربت قبل وطلب مني الباسور تبع الواي فاي تبع البيت فأنت لو طلب منك برضو الواي فاي تبع البيت لازم تدخله الآن لازم أربطه بمين؟ بالسوكت هذا عن طريق الشبكة بينهم الآن خاصة وبقول لي اسمها IT E A D تبدأ بال it E A D تبدأ بال it E A D فالآن DE روح ارابطها انا اربطها والباسورد بقولي تقريبا واحد لثمانية تمام وبعدين نرجع للبرنامج هدا فانا الاحين بده روح للواي فاي مرة تانية وهي الشبكة الجديدة تمام اي تي اي اي دي هادي الشبكة بينه وبين بس الجهاز هدا والباسورد زي ما قال هو لثمانية ونشوف طبعا هاي عمل جوين ولا لا هاي والان عمل جوين وبنرجع لايش للبرنامج الاصلي تمام تبعنا وبنشوف ناكست والان بطلب مني طبعا الباسورد تبعتي اللي شبكة تبعتي وببدأ اييش الاحين بعمل بين سمارتفون وبين هادا ويمكن كمان اييش بين الراوتر ما بعرفش انا بصراحة ايش طريقة اللي جواه بعمله البرنامج ولكن الان اكيد هينجلله الباسورد اللي انا دخلت له اياها لمن لسوكت هادا بحس انه اييش بحس انه بعدك يتم شبكه على الراوتر مباشرة الآن التفريشة قاعدة متغيرة وهيه ايش بيقولي الآن خلاص تم إضافة الجهاز وأدي له اسم طبعا ممكن أنا أدي له اسم أي اسم مثلا مثلا روم واحد وورفة رقم واحد نفترض وهي ايش آدد ساكسسفولي تم الإضافة تمام فالآن هاي عندي ايش الروم رقم واحد وكتب لي أنه هو أوف الآن شايفين هو الآن أوف وأنا ايش مش عارف الآن ايش بيك حاجة وأشوف بس بدا شوف الآن هل فعلا والحين بتغير هايصار اون اها معنات الكلام فيه هنا الأخطر معناته مش بوك في الكهرباء ولكن الأزرق هذا معناته يا اون يا اوف تمام الآن شوف أوكي هو الآن هاي اون هاي اوف الآن وهاي اون تمام وهاي اوف طبعا بقول لي أنه ممكن أنت تحط تايمر ممكن أنت تعمل سكيجول هو برنامج إلو أو أو جدولة يعني ووقتيش بدك إياه يشتغل اون ووقتيش بدك إياه يشتغل اوف أوكي فالآن بدي أشبك فيه شغلة صغيرة وأشوف فعلا هل هو بضويها أو بضفيها ولا لا طبعا في عندي هذا الشاحن بسيط يعني في عندي ضواو هنا إله بحس أنه يكشف لي أنه اون ولا اوف تمام أنا الآن بدي أشبكه وبين أنه هنا ايش ما فيش شي ولا ضو شغال معناته هو اوف مش شغال وهنا ايش كتبين أنه هو اوف تمام فالآن بدي أعمل اون واشوف هل هو بدي أعمل هنا اون و اوف ولا لا ها هاي فعلا اشتغل الشاحن وبالتالي هو اون لما أطفي هو الآن اوف وهي ايش طف الشاحن وبالتالي ايش فعلا شغال مية المية فالآن بدي أعمل شوية اختبارات صغيرة وهي أول اختبار إنه مثلا بدي أطلع من السيستم تمام بشكل هاي طاف الآن كويس وبدي أرجع تاني من غير طبعا ما أعمل أي تغيير في الكونفيقريشن بدي أشوف هل فعلا جهازي هيقدر يتحكم فيه ولا هدا لسه بده ربط مرة تانية بمين بالكهرباء وبالراوتر مرة تانية ولا على طول ايش هيشتغل بدي أشوف طبعا الآن هو مش هو تنفسته وبالتالي لسه هو مش مربوط بالجهاز فالآن بقول لي فيلد إنه لسه مش مشبوك للشبكة لكن الآن على المعتقد مدام الخط مدام الآن صار الغرين اللي هو اللون الأخضر هذا معناته سابت من غير الفلاشنج معناته إنه الآن بقدر وفعلا الآن بقدر أتحكم فيه فالآن إنت لما تيجي تشغله مرة تانية لازم تستنع عبر من الأخضر هذا يجي معناته تشتغل أو شبك حاله بالراوتر بعدين إنت ممكن إيش تشغله وتطفي مرة تانية الاختبار الثاني اللي بدي أعمله إنه بدي أفصل السمارتفون تبعي من الشبكة تبع الراوتر تبع البيت تمام والواي فاي تبع البيت والآن أنا شابكو هايو على إيش الفور جي يعني زي كإني برا البيت تمام بدي أشوف هل فعلا ممكن أنا أتحق ضل أتحكم فيه ولا لأ تمام فالآن مش مش بوك على الفور جي يعني كإني برا البيت أنا مش لازم أكون مش بوك على الشبكة تبع البيت تمام ولو أنا مثلا هيني برا البيت وفصلت الكهرباء نفترض كويس ورجعت الكهرباء مرة تانية طبعا لما تفصل الكهرباء عاد ما تقدرش أنت تتحكم في حاجة لما ترجع مرة تانية هنستنى هذا لما يصير أخضر تماما عشان يدل إنه والله تم شبكو بالراوتر فعلا الآن هايو سريع جدا يعني ما بدوش خمس ثواني بش بك حالو في الراوتر الآن أنا برا البيت لسه ومعطوط أوف هاي آن فعلا هيوشتغل وهاي أوف تمام وأخير اختبار إلو إنه نشوف مثلا هل واحد مثلا في البيت هو شغل الجهاز هذا أو ضفاه هل أنا بيجينا على السمارتفون يعني أي أي إشعار إنه والله شغل ولا لأ طبعا هو الآن بيقول لي هو أوف لو نفترض أنا في البيت وضغط على هذا الزر ضغطة هاي إيش جابلو إيا إنه صار أون وأنا اتذكر إنه أنا عال 4G لسه أنا برا البيت تمام فالآن عملت أوف فهيصار أوف تمام فالآن بصراحة يعني الجهاز هذا الرائع جدا جدا متوقعتش إنه يعني يكون بالميزات هذه ولكن بصراحة يعني ممتاز طبعا بالنسبة لسعره تقريبا ما يوازي 20 دولار وفي شركات كتير شباب من اللي بتقول إنه بتشتغل سمارت هوم بتشتري كمية من هاد الأجهزة وطبعا لنك أسفل فيديو إذا بدك إياه بتشتري كمية وبتتسوقها في داخل البلد محليا بحيث إنه أي ناس بدها تشتغل مثلا سمارت هوم أو مثلا ناس بدها تركب عندها هاد السيستمز فهو بتحولهم هذا الاشي طبعا بقول السكتالوج إنه يمكن تركب فوق المية وخمسين سوكت ع نفس الجوال تمام فأنت نفس البرنامج ممكن تتحكم في مية وخمسين سوكت من هذا السوكت طبعا خلي نشوف أحاول أفكه وأشوف هل في فعلا دائرة ممكن نستفيد منها ولا لأ ونعرف على مكوناتها طبعا نشوف الدائرة من الداخل في عنا في عنا هاد القطعة تمام هاد القطعة أعتقد إنها بتحول من ميتين وعشرين فولت ليمكن خمسة فولت من المناسبة للدائرة التانية ممكن تمام بس مش مية المية متأكد لسه في عندي هنا ثلاث خطوط اللي هما line وneutral أوكي وفي عنا ground كويس هنا line والground وهنا neutral تمام زي ما هو مكتوب هنا وفي عنا ثلاث خطوط هاي مكتوبة هنا حتى أعتقد الدائرة هاد من دوائر اللي ممكن يتحول مثلا ٢٢٠ لخمسة فولت ولكن خلينا نشوف وين لازم يكون فيه طبعا واي فاي موديول وبروسيسور خلينا نشوف يمكن تحت بس نفكها دولة البراغي طبعا هاي الدائرة من الخلف تمام وواضح جدا إنه شايفين هنا هاي هادي أنتنة الواي فاي هاي ها تمام وهذا البروسيسور تبع الواي فاي غالبا تمام بيكون بالشكل هادا يعني الرقم المحطوط عليه اوكي ESP8266 شايفينو ESP8266 هنا كويس طبعا لازم احنا نمسكه بالشكل هادا افضل اوكي في هادا طبعا الريجوليطر 3 فولت 3.3 فولت هاد زينار دايود هنا اوكي هادا عباره عن بريج هادا عباره عن فقط بريج هادا فقط بريج وفيه هنا حاجات اااا نشوف اسا فيه أي حاجة بتدل على بروسيسور هذا القطع لسه مش عارف يعني هي رقمها هنا PN25F مش عارف اذا هي بروستر ولا لا ولكن هذا بروستر للواي فاي تمام وما في بروستر تاني اعتقد اعتقد انه هذا البروستر تبع الواي فاي هو نفسه كمان ممكن يتم عمل configuration له بحيث انه يعمل on و off تمام هو نفسه لو قرأت ال data sheet بقولك انا ممكن اعمل لك اتصال وكمان ممكن احط لك رجل من الرجلين هادي بحيث انه تعمل on و off تمام ولكن يعني هذا ال regulator وهذه الحاجات يمكن سيكت فقط حماية وتشغيل ولكن خليني اشوف هذا الرقم اللي هنا اللي هو على ال IC هادي اللي هو تقريبا PN25F08B نشوف هل هو الو معنى ولا لا فهذا ال IC برضو ما وجدتش لرقمها اي معلومات على الانترنت بصراحة تمام انا طبعا بحث الشكل سريع ولكن ما وجدت ولكن غالبا غالبا الفكرة بتقول انه طبعا هادي كل ها دائرة فقط هادي التحويل ال AC ل DC بس اكيد يعني يمكن بجزء معين تمام مش كله ويمكن هدولا دوائر حماية او او تحويل تمام وهادي دائرة و هنا ال واي فاي تمام حين اول ما شفته انا قلت يمكن هو عبارة عن بحول 220 من 225 ولكن انسيت انه هذا برضو ايش هذا لازم يعمل اون اوف وبالتالي هذا ريلي اكيد هذا ايش هيكون ريلي تمام وفيه هنا طبعا فيوز وفيه هنا مقاومات ومكثفات احتمال هدي برضو علشان لما ييجي المقاومات ومكثفات هدي تقلل الجهد اللي داخل 220 فولت لجهد اقل ويتم عمل ايش توحي وحيد الو وسط هذا السيستم ويش ريجوليشن تمام وطبعا هنا في لد وهنا في السويتش يعني اه في طبعا لدين اللي هو لد الاخضر واللد من الازرق تمام وطبعا في هاد الفيروستر هدينا الحماية تمام فالان عرفنا تقريبا المكونات غالبا غير دائرة الباور سبلاي تمام وتحويل 220 لخمسة طبعا شفنا احنا في الحاقة ماضية كيف نحول 225 في دائرة ايش للواي فاي طبعا دائرة الواي فاي ممكن انت تجيب الموديول وتركب وتركيب او هنا طبعين وطبع على نفس ايش الدائرة تمام وبهيك تقريبا حللنا السيستم وعرفنا شو مكوناته فتمنى لأول الحلقة عجب تكامل لايك وشير وسبسكرايب وشوف اللينك اسفل الفيديو بحيث انك تفيدنا في انه نحصل على قطع تانية من هدي الشركة لو لقت انه في ناس كتير بتضغط على اللينك وبتشوفه السلام عليكم شكرا